مع السنوات الأخيرة الحقيقة هناك متغيرات مهمة جعلت الطرف الأذري يشعر نفسه أقرب لأن يحل هذه الأزمة بيده أو على الأقل أن يحركها لأن الحقيقة أصف ما يحصل الآن في القوقاز بين أذربيجان وارمينيا بأنه حرب تحريك وليس حرب تحرير. لا أعتقد أن أذربيجان بهذه العملية العسكرية تريد أن تحرر كامل المناطق المحتلة بما فيها المناطق الأقليم الخمس وأيضا قرابها. ولكن هي تريد أن تحرك الملف. تريد أن تظهر للمجتمع الدولي. لأنه لم يستطع حل هذه المأسئلة من ضمن هذه المتغيرات المتغيرات المتعلقة بالتركيا والعلاقات التركية الأذربيجانية. طبعا نحن نتحدث تقليديا عن علاقة وثيقة جدا بين باكو وأنقرة يعني الأذريون يعتبرون أنفسهم أتراكا أصليين. الأتراك يتحدثون عن شعب واحد في دولتين بمشتركات الدين والعرق واللغة وما إلى ذلك. ثانيا حالة التوازن التي تعطيها أذربيجان والعلاقة الأذربيجانية التركية مع أرمينيا مع روسيا مع إيران وبالتالي موقع جيوستراتيجي ذكره الدكتور قبل قليل مهم جدا في القوقاز مرتبط حتى بالبلقان وأسيا الوسطى والعالم التركي الذي تعطيه تركيا أهمية كبيرة جدا بطبيعة حالة التنافس والربما الخصومة حتى مع أرمينيا مع إيران مع روسيا. أمر مهم جدا بضافة لبعد الطاقة والغاز الطبيعي والخطوط التي افتتحت مؤخرا. بما يمكن أن يعطي تركيا اعتمادا أقل على الغاز الروسي. إشارة سريعة في 2016 بعد أزمة إسقاط المقاتلة الروسية اشتعلت المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان في ذلك الوقت كانت تركيا تستورد حوالي 55 بيئة من احتياجها من الغاز الطبيعي من روسيا. اليوم تركيا أنزلت ذلك أو خفطت لحوالي 30% وبالتالي قلة اعتماد تركيا على الغاز الروسي يقلل من الضغط أو الأوراق الضغط الروسية على تركيا في ملفات عديدة جدا